كفالة اليتيم أقدر أقول علىها إيه فقياً يعني هل هي واجبة هل هي مستحبة يعني نوصفها إزاي وما يتعلق بها أيضاً من أحكام يعني لو أسرة دلوقتي هتكفو اليتيم إيه الأحكام اللي مفترض أن الأسرة دي تراعيها أو تنتبه إليها شوف هو رعاية الإنسان بشكل عام يعني في مثل هذا تكون من قبيل فروض الكفاية نعم يعني لما يكون عندي يتيم تمام هل يستطيع المجتمع كله أن يتخلى عنه لا طبع الإجابة لا يجوز طب هل يجب على كل المجتمع أن يقوم على رعايته لا الإجابة لا هو ده فلسفة فرض الكفاية يعني فرض الكفاية يعني رعاية هذا اليتيم أو كفالته واجبة إذا قام بها البعض إذا قام بها البعض سقطت تكليف عن الباقي نعم نعم ودي الصورة اللي احنا بنشوفها ده الواقع نعم بعض الأسر بتتوجه أن هي مثلا لدور الأيتام المختلفة فلو قصرنا جميعا نعم وتركنا كفالة يتيم ما أثمنا جميعا وإن قام البعض بهذه الكفالة حلاص ارتفع الإثم عن إيه الباقين ويعني نال هذا الكافل بهذا الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى